السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب رح يكون درس اليوم تبسيط العبارات الجذرية رح ناخد خاصيتين الخاصية الأولى هي خاصية ضرب الجذور التربيعية إذا كان لدينا الجذر التربيعي ألف ضرباء يساوي رح نقوم بفصل الجذور التربيعية رح تكون جذر ألف ضرب جذر باء هذه الخاصية الأولى خاصية الثانية وهي خاصية قسمة الجذور التربيعية يكون عندي بهذا الشكل ألف على باء أيضا رح نقوم بتوزيع الجذر على الألف والباء رح يكون درسنا هو عبارة عن تبسيط هذه العبارات الجذرية مثال واحد بسط العبارات التالية واحد إذا كان لدينا جذر أربعة وخمسين طبعا جذر الأربعة وخمسين ليس مربع كامل يعني ما في عدد أضرب في نفسه ويعطيني أربعة وخمسين في البداية نقوم بتحليل الأربعة وخمسين إلى عوامله الأولية أربعة وخمسين قسمة اثنين يعطيني سبعة وعشرين سبعة وعشرين ما يقبل قسمة على اثنين قسمة على ثلاثة يقبل فيها تسعة على ثلاثة فيها ثلاثة على ثلاثة واحد فنقوم بكتابة هذه الأرقام اثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة بعد ذلك نقوم بأخذ كل عددين مع بعض متشابهان مثلا الثلاثة مع الثلاثة راح نكتبه بالشكل التربيعي راح يصير عندي اثنين ضرب ثلاثة تربيع ضرب ثلاثة بهذا الشكل بعد ذلك نقوم باستخدام خاصية ضرب الجدور التربيعية وهي عزل هذه الجدور نكتب كل جدر بشكل مستقل ناخد جدر اثنين ضرب جدر ثلاثة واحد اثنين ضرب جدر ثلاثة بهذا الشكل بعد ذلك راح نشوف الجدور اللي تروح مع التربيع ما عندي إلا فقط مربع واحد هذا هو فقط راح يروح الجدر مع التربيع راح تطلع الثلاثة في وين في الخارج هذه صارت خارج الجدر يبقى عندي جدر اثنين مضرب في جدر ثلاثة نضربهم في بعض اثنين ضرب ثلاثة ندخلهم مع بعض يساوي ثلاثة نضربهم اثنين في ثلاثة يعطيني ستة اذا هذا هو تبسيط جدر الاربعة وخمسين يساوي ثلاثة مضربة في جدر ستة مثال اثنين اذا كان لدينا جدر المية وثمانين ايضا المية وثمانين ليس له مربع كامل نقوم بتحليل العدد مية وثمانين قسم اثنين طيني تسعين قسم اثنين ايضا خمسة وربعين والخمسة وربعين ما تقبل القسمة على ثلاثة فيها خمسطعش ايضا نواصل القسمة الخمسطعش تقبل قسمة على الخمسة والثلاثة راح ناخذ العدد الاسخار على ثلاثة فيها خمسة خمسة على خمسة واحد ثم نقوم بكتابة تحت الجدر اثنين ضرب اثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب خمسة ناخد كل اثنين متشابهين مع بعض ونكتبهم بصيغة التربيع صير عندي اثنين اثنين ضرب ثلاثة اثنين ضرب خمسة ثم بعد ذلك الخطوة نكتبهم بشكل مستقل صير عندي جدر اثنين اثنين ضرب ثلاثة اثنين ضرب جدر خمسة طبعا بيكون عندي الجدر يروح مع التربيع يطلع عندي هنا اثنين ضرب ايضا الجدر يروح مع التربيع يطلع عندي ثلاثة ضرب جدر خمسة الخمسة يبقى داخل الجدر ثم نقوم بعملية الضرب ما بخارج الجدر 2 ضرب 3 يساوي 6 مضروبة في جدر 5 هذا هو تبسيط جدر 180 مثال 3 إذا كان لدينا جدر 5 ضرب جدر 10 إذا كان لدي جدرين بهذا الشكل في البداية نرى الأشياء التي نستطيع نحولها إلى العوامل الأولية الخمسة طبعا عامل أولي يبقى مثل ما هو بهذا الشكل العشرة عبارة عن 2 ضرب 5 ثم نقوم بفصل الجدر نخلي الاثنين لا واحدة بشكل مستقل والخمسة لا واحدة لاحظوا هنا الآن عندي الجدر الخمسة متشابه راح نكتبه بصيغة التربيع 5 أو 6 اثنين هذا جمعناهم الأول مع الثالث مضروب في جدر 2 بهذا الشكل ثم نقوم بحذف الجدر مع التربيع يبقى عندي في خارج الجدر 5 مضروبة في جدر 2 هذا هو تبسيط العبارة جدر 5 ضرب جدر 10 ناخد مثال آخر 4 إذا كان لدينا جدر 6 ضرب جدر 8 في البداية طبعا جدر 6 عبارة عن 2 ضرب 3 جدر 8 عبارة عن 2 ضرب 2 أيضا ضرب 2 هذه هي العوامل الأولية للعدد 8 طبعا إلا ما يعرف يحللها بطريقة اللي هو المثال الأول والثاني ثم نقوم بعملية الفصل جدر 2 ضرب جدر 3 كذلك نفصل هذه الجدر جدور طبعا نقدر نجمع له عدد زوجي نلاحظ أن جدر 2 مكرر 4 مرات والجدر 3 مرة واحدة فقط فما يطلع خارج الجدر فنقدر نقوله مباشرة جدر 2 2 أس 4 جدر 2 أس 4 مضروبة في جدر 3 ننتبه لهذه النقطة طبعا إذا حبينا نطلع أي شيء من داخل الجدر فيه أس ناخد نصف هذه القوة فهنا عندي 2 أس أربعة إذا منطلح خارج الجدر يصير 2 أس 2 لو كان عندي 2 أس 6 داخل الجدر تطلع 2 أس 3 وهكذا فطلعت الآن هذه بر الجدر لأن هنا عندي بحكم عندي أربعة تطلع نصفها 2 مضروبة في جدر 3 2 أس 2 تساوي أربعة مضروبة في جدر 3 هذا بالنسبة إلى سؤال رقم 4 مثال رقم 5 إذا كان لدينا الجذر التالي 32 راء تربيع كاف أس أربعة تأس خمسة في البداية نجيب تحليل الرقم الموجود عندي 32 32 قسمة 2 16 قسمة 2 8 قسمة 2 4 قسمة 2 2 قسمة 2 إذن يكون عندي 2 أس 5 2 أس 5 راء أس 2 كاف أس أربعة تأس 5 في البداية طبعا نحاول أن نفصلهم 2 أس 5 بعدين راح ننضمهم إلى بعض راء تربيع كاف تربيع تأس 5 بالنسبة بالنسبة إذا كان الأس فردي فيبقى واحد داخل الجدر شوفوا الآن تخليه بهذا الشكل 2 أس 4 ضرب 2 ضرب راء تربيع ضرب هادي عفوان كاف أس أربعة بهذا الشكل وهنا طبعا نفصلهم بيكون تأ أس أربعة ضرب تأ نفصلهم عشان يكون في زوجي والفردي يكون لوحده فاحنا هنا راح نطلع نصف الاثنين اثنين أس أربعة نصف اثنين أس اثنين يبقى عندي داخل الجدر اثنين بهذا الشكل هنا طبعا راح يروح التربيع مع الجدر يبقى عندي راء خارج الجدر ايضا هنا راح تطلع الكاف كاملة ناخد نصف الاث الى الكاف يصير عندي كاف أس اثنين خارج الجدر لان اثنين بيروح الى الجدر ايضا هنا راح يطلع عندي التا نصف له الأس اللي لها تأ أربعة يصير تأس اثنين ويبقى تأ واحدة داخل الجدر فنضرب ما بخارج الجدور اثنين أس اثنين اربعة اربعة مضروبة في كاف تربيع ايضا في تأ تربيع مع الراء ايضا الراء هذه في الخارج عندي داخل الجدور عندي اثنين تأ اكتبهم بهذا الشكل اثنين تأ في جدر واحد بهذا الشكل اذا بيكون عندي اربعة جاية من اثنين أس اثنين اربعة كاف تربيع تأ تربيع مضروبة في راء في جدر اثنين تأ هذا بالنسبة الى تبسيط هذه العبارة ناخد مثال ستة مثال رقم ستة عندي جدر ستة وخمسين سين صاد وص عشرة كاف وص خمسة نبدأ في البداية بالرقم راح نجيب الان تحليل الستة وخمسين على اثنين فيها ثمانية وعشرين على اثنين اربعة عشر على اثنين سبعة على سبعة واحد فبصير عندي تحليل كالتالي اثنين وس ثلاثة ضرب سين ضرب صاد وس عشرة ضرب كاف وس خمسة ثم نقوم بعملية الفصل اثنين وس ثلاثة ضرب سين ضرب صاد وس عشرة ضرب كاف وس خمسة عندي طبعا نلاحظ ان الاس الى جدر الاثنين فردي فناخد نصفه نعزلهم الان اثنين وس اثنين ضرب اثنين بهذا الشكل ضرب سين ضرب صاد وس عشرة ضرب كاف نخليها وس أربعة ضرب كاف منفردة بهذا الشكل ثم ناخد نصف الاثنين فيطلع عندي هذا الجزء خليه بلون آخر هذا طبعا ناخد نصفه نصفه طبعا هو اثنين يبقى الاثنين داخل الجدر بهذا الشكل ضرب السين تبقى داخل الجدر لانه سين اس واحد ناخد نصف الاس الى الصاد فتطلع برا الجدر صاد اس خمسة كاملة ايضا نطلع خارج الجدر هذا الجزء صير كاف اس اثنين يبقى عندي هذه الكاف داخل الجدر كاف بهذا الشكل نضرب ما بخارج الجدور اثنين يساوي اثنين مضروبة في صاد اس خمسة في كاف اس اثنين داخل الجدر عندي اثنين وعندي السين وعندي الكاف سين كاف هذا هو تبسيط العبارة جدر ستة وخمسين سين صاد اس عشرة كاف اس خمسة ناخذ الآن مثال رقم سبعة اذا كان لدينا ثلاثة اثنين زائد جدر اثنين اذا يجي لي مسألة بهذا الشكل راح نضرب في المرافق المرافق طبعا يكون المرافق الى المقام اذا كان هنا بالموجب المرافق اللي اليه يكون بالسالب كيف يعني ناخذ هذا الرقم الآن طريقة ناخذ هذا الرقم اثنين زائد جدر اثنين راح نضرب في المرافق في البسط والمقام المرافق يعني عكس هذه الاشارة اللي في الوسط المرافق هو اثنين ناقص جدر اثنين نضربه في البسط والمقام اثنين ناقص جدر اثنين ونضرب ضرب عادي البسط في البسط والمقام في المقام يساوي نضرب الثلاثة في الاثنين ونضرب الثلاثة في جدر اثنين ثلاثة في اثنين راح يعطيني ستة ونضرب الثلاثة ناقص ثلاثة ضرب جدر اثنين صير ثلاثة في جدر اثنين بهذا الشكل هنا طبعا تحت المرافق راح تضرب الأول في الأول والثاني في الثاني 2 ضرب 2 4 موجب في سالب يعطيني سالب جدر 2 ضرب جدر 2 يعطيني 2 فقط ليش لان عندي هذي جدر 2 ضرب جدر 2 يساوي نقول له جدر 2 مرتين أس 2 راح يروح الجدر مع وين تربيع يبقى عندي 2 هذا هو السبب فبيكون عندي يساوي نقول له يساوي 6 ناقص 3 جدر 2 4 ناقص 2 على 2 بهذا الشكل هذا هو حل هذه المسألة آخر مسألة في الدرس مثال 8 إذا كان لدينا سبعة سبعة ثلاثة ناقص جدر سبعة أيضا حل هذه المسألة بنفس الطريقة ضرب في المرافق راح نضرب المرافق طبعا عكس هذه الإشارة ثلاثة زائد جدر سبعة وفوق أيضا ثلاثة زائد جدر سبعة فنقول له يساوي سبعة ضرب ثلاثة واحد وعشرين ضرب سبعة ضرب جدر سبعة صير عندي سبعة جدر سبعة نضرب الأول في الأول ثلاثة في ثلاثة تسعة ناقص في موجب صير عندي ناقص جدر سبعة في جدر سبعة يطلع كام سبعة إذن يساوي واحد وعشرين زائد سبعة جدر سبعة تسعة ناقص سبعة يساوي اثنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته